الحاجة الثانية اللي احنا ممكن نتكلم عليها النهاردة مكافحة الأبراث برضو البورس من الزواحف البورس من الزواحف والبورس بيتواجه برضو في البيوت وبيخش في البيوت وبرضو شكل البورس رغم من البورس من الأعداء الطبيعية للحشرات يعني ربنا خلي البورس عشان يعمل توازن طبيعي في الكون من الحشرات البورس بيأكل حشرات وبيأكل حشرات الصحية يعني البورسة بيكونش عشرة ميتة بيأكل الحشرات الصحية فالبورسة شكله مقزز أهل البيت ساعات بيخافوا من شكل البورس فاحنا بنتكلم بالقول البورس ربنا خلقه عشان يعمل توزن طبيعي في الكون فالبورس بيأكل الحشرات وبتغذى على الحشرات الصحية البورس بييجي دايما لكن هو شكل البورس مقزز وشكل البورس بيخاف الأطفال بيخاف الأهل البيتة متى راجل أو ستة أو تاني بيقربهم البورس رغم أن البورس ما بيعملش ما بيعضش ما بيعضش وبيبخش سموم زي ما الناس بتقول عليه لكن هو البورس الشكل بتاعه بس هو غير مقلوف بالنسبة للإنسان البورس قلنا زي ما قلنا بنقول بتغذى على الحشرة الصحية وبالتالي البورس في مكافحته بيبقى صعب جدا لأننا لو سممت الحشرة هو مش هيكلها عشان يعني عشان لو سممت الحشرة هو مش هيكلها عشان تبقى الحشرة سمة ويكلها هيبقى أنا بديت له مادة سمة يكلها لكن هو مش هيكل الحشرة الميتة فلذلك احنا بنقول إيه البورس من الحاجات الصعبة مكافحتها لكن احنا فيه طرق تانية بنستطيع ان احنا نكافح بيها البورس البورس أولا لما بيخش بيت بيعيش وراء التكييف وراء الدولاب وراء أي حاجة وده المكان اللي هو بيبقى البيت بتاعه وبيبض فيه أو حط في البيت بتاعه لو هو هيعمل العيلة بتاعته أو مستمرة بتاعته لكن يجي البورس بالليل ويتحرك ويروح يقرب من قريب من اللمبات أو من الأباجورة والأبليك اللي موجود على الحيطة ويقف جنبه ربنا عطله كده يعني عطله كده في الخلق بتاعه ان هو يفكر ويجي جنب اللمبة لان اللمبة بتجذب لها الحشرات الطائرة زي النموسة وزي الهاموش وزي الدبان كل الحشرات الطائرة بتنجزب ناحية الإضاءة فهو بيقى بجنب الإضاءة ويبص يلاقي ان موسى الرابط يقوم فلد لسانه البورس اللسان بتاعه مسبت من الأمام وسائب من الخلف زي اللسانه الضفضعة بالضبط ويفلد اللسان بتاعه كده اللسان بتاعه عليه مادة لازجة الحشرة تلزق فيها ويرد لسانه للداخل ويبلع الحشرة على طول على البلعوم البورس مالوش اسنان ليه فكين بس وبالتالي عشان كده ناس تقولك البورس عبديني البورس اللي ما بيعود ما بيعورش عاملش اي حاجة لانه فكين من غير اسنان او دروس فحاجة بتعمل كده ضغطة كده عليها وما بتعملش اي حاجة والبورس ما بيبخش سموم وما بيعاملش اي حاجة على السموم لكن هو البورس البورس طب الناس تقول الله البورس لو جعل اكل جنة اسهال او جنة حاجة ليه لان البورس هو ماشي ممكن يتبرز او يتبول على الموضع زيال اللي ماشي عليها فهو اكل حشرة والحشرة دي كنت جسمها كله مليان جرسيم فاذا البراز بتاعه او البول بتاعه حيبقى مليان بالجرسيم او البول وبالتالي هو هيسبب لنا لما الواحد يقولك البورس جاء مش عالاكل فانا جالي اسهال وهو قال لانا جالي اسهال لانا كالت كمية مليانة او كالت اكل مليان بالبكتيريا او الفيروسات اللي نقالها لي البورس على المواد الغذائية البورس بيحب يعيش في الاماكن اللي هي قريبة من الرمل لانه بيحط البيت بتاعه في الرمل والبيت بيفقس يطلع منه ابراز صغيرة طب ازاي نكافح بقى البورس تماما ان البورس بيأكل حشرة صحية عشان كده احنا قلنا البورس في مكافحته بيبقى يعني محتاج شغله ضقيق شوية لان هو لازم بيأكل حشرة صحية طب حشرة صحية انا وقدرش اسمم الحشرة والدهاب له لان لو سممتها هتموت فمش هيكل حشرة ميتة فبنعمل اين البورس البورس اي رشي مبيد مباشر على جسمه بيموته بيموته خلال عشر داعي يعني اي رسلات اي رسلات تيجي مباشرة عندي اي سرات بتاع بتاع حشرة الزحفة او بتاع حشرة الطائرة جات على جسم البورس في البورس حتى لو تحرك قدامي بعد عشر داعي ببص لقيه نايم جنب الحيطة وميت يبقى اول حاجة نحن نرش عليه الرشي المباشر على جسمه يبقى حيموته طيب انا يعني حاجة تانية غير الرشي المباشر طب انا يعني البورس بعيد عني وقف في السقف ولا بعيد عني فبقول طيب انا عارف البورس بتحرك جاي منين وعايش فين فبحط في المصار بتاع البورس اللواثق اللواثق اللي هو زي اللازق بتاع الفار بحطه على كرتونة او على اي حت قبل كاشة البورس طبعا وبفرد اللازق دا يعني حط حتة لازق وافردها بسكينة زي سكينة المعجون كده على الخشبة وعلى الكرتونة وحط اللواثق دي في الاماكن اللي ممكن بتوقع ان هو يمشي بينها البورس البورس ما بيمشي عليها فالبورس ضعيفة بيلزق على طول باخد المكان القشبة او الابلكاشة او الكرتونة دي وارميها خارج المنزل في حاجة تانية بنعملها للإبراس ودي طريقة بيستخدموها بتوع المكافحة بنقول بيجيبوا جبنة نستو ويعجنوها مع مبيد شديد السمية ويحطوها في القريبة من اللمبات المضاقة البورس احنا قلنا من شوية ان هو بيجي ويوقف جنب اللمبة المضاقة عشان هو ربنا اعطي له معلومة ان اللمبة المضاقة بتكذب الحشرة فهو بيجي جنبها ويوقف الجبنة نستو دي هو البورس بيقرب منها ريحتها معرفش ريحتها بتكذبه فبيلحس هذه الجبنة هي الجبنة ريحتها لما بتبقى برضو حتى كمان يعني تتركت في الجو فترة بعينها فريحة العفن بتاعها جاذب للبورس فبيلحسها بلسانه لما بلحسها بلسانه والجبنة دي تكون معجونة بمادة مبيد سام فالبورس بيموت بعدها على طول مباشرة